كبتلك كبيتين شاي عارف ليه طبعا ها صح؟ لا الموضوع المعلقة ده طبعا أنا عايز أعرف هل حيختلف الطعم ولا لا؟ أكيد لا أكيد لا؟ أكيد لا؟ طبعا أكيد لا ها باسية تفصيلة هي يعني ممكن تكون كده بتعمل زمان جدا لأن كده أسرع من كده يعني كده أنا ممكن كده أقلب أسرع مهما عملتها بسرعة من الشاي مش هيدالده لو عملت بالعكس ممكن الشاي تلعبار وإحقاقا الحق دي تفصيلة محمد سامي يعني تفصيلة المعلقة دي تفصيلة الهالي محمد سامي وعجبتني جدا لأنها بتتوافق برضو مع فكرة السرعة لأن الشخص العملي مسكته لكوبات الشاي تختلف طب استني ناولني كوباتي أنا هحاول أقلدك دلوقتي أولا معلومة الشاي ما بيتقلبش مدور بيتقلب رايح جاي يعني دي تدوب السكر أسرع ونجيب وقت منينا بدام الساق فهنا هعمل كده فيها افة برضو فيها افة طيب اوكي انت ايه انت كده لا ماش كده ايه هي دي برضو في حاجة زي ما كنا بنقول فكرة فلسفة الصنعة اي مثلا سواء اي سواء مقرباز هتلاقيه بي او حد بيرق او سواء تاكسي او حد بيشرب شاي وهو ساي اه دي بتبقى مسكة كوبات الشاي اوكي لان دي مسكة مهما تحركت بالعربية طلعت تشويرت عملت دي اكتر مسكة محكمة اه في المطبات ما تدلق صح الشخص اللي بيبقى هيسيب الكوبات حالا زي جاعة في الرعوم ده اه دي بتبقى مسكة واحد هيشرب ويسيب الكوبات اوكي يعني اي شخص هيجي السين كوبات لقى ايده اتفرد فده شخص بيبقى بيشرب ويسيب الكوبات ويمضي اوراق ويرجع يمسك ويشرب ويرد على التليفون ويسيب الكوباية ويشاور ويمسك ورق من هنا ويرجع الشخص اللي مثلا مش هيسيب الكوباية اللي قاعد في البيت اه مسكة الكوباية الطبيعية اه دي مسكة دي مسكة شخص مش هيسيب الكوباية واحد قاعد على قهوة مش هيسيب مطول اه فهي بتفرق زي بالزبط برضو فلسفة الصنعة لو رجل تاجر ألماز او رجل جراح او رجل شغال في مهنة دقيقة اه مستحيل تسمعي صوت الكوباية وهو بيحطها اه عشان مهنته انه مثلا لو مهنة اخرى نشفة اه زي الحداد او الجزار اه اه هتلاقي اه 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 مثلا مع ناس هتلاقي الكوباية تحطت فلازم اسمعها فدي دي بتفرق جدا طب استنى رفاع كان بيمسكها ازاي اه يعني رفاع كان بيمسكها ممكن زي جعفر العم كده انه برضو واقف في الورشة وبيشتغل وبيعمل اه بس سواق سواق اي سواق هتلاقي ايده ايوه ملكها بالزبط اه اه هتلاقي ايده طلع برا العربية ما تتهز يعني ما تهز دي تفاصيل صغيرة جدا ولكن ممكن الجمهور يكون ما بياخدش باله منها ولكن هي بت توصل للوعي عنده بالراحة ياختي علي بالراحة ياختي نفسي مكروش اه يقطع دقطع الرأس وسنينه مش قادر يا بارتش قادر ايه النور ده ايه الحلوة ده منور يا معلم المعلنين كلهم اهلا 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 يا برو يا جنورك يا هزة الفن الجميل حلوة بنا قدلك الصحة يا عزيزة وتمتع جماهير قربلك بربخاطرك يا عمدا ويخليك ليا الراجل ده انا حسه حقيقي جدا في قعدته اه اه في طريقته زي مثلا قبل شخصية المعلم تلاقي دايما لازم ظهره مفروض اه مستحيل معلم ما تلاقيه قاعد قاعدة عاملة كده بس اه صح نازم الظهر يبقى مفروض اه اه انا كنت عايزة اسألك على الحكاية دي برضو انا كنت كنت الايد يا ترى الايد قدام الرجل على الفخد من قدام دي بتوحي بالخجل والهوان اه الشخص لو ينفع امه اه الشخص اللي مثلا وقف قدام ابوه او قدام مدرس هتلاقي ايده قدامه اه انما الايد للجنب بتوحي بالانضباط لو شخص منضبط الايد ورا بتوحي بالهجوم اه لو شخص داخل يزعق لحد هتلاقي ايده رجعت لورا اه دي تخوف اه يعني من غير ما انا نفس الشخص لو بكلم حد وايدي ورا اه هيتخله شعور بالخوف مني اه فهي تفصيلة زي تفصيلة في الاخر بتساوي جعفر العمجة بتساوي رفاعة دسوقي بتساوي حبيشة اه فحاجات كتير جدا جدا بنذكرها زي فلسفة المهنة فلسفة الس واتشت اشتركوا في القناة